طيب نبتدي بماتش النهاردة ولا نبتدي بآخر ثلاث ماتشات اللي كان فيهم عدد اثنين تعادل وعدد واحد فوز جيه يعني في الوقت القاتل زي ما بيقول نبتدي بالتعدلات اللي حصلت وعايزين حضرت كمان تقفلنا شوية عند رؤيتك لماتش اسموحة بصفة خاصة بعيدا كمان عن فاركو وفيوتر والله المباراة يعني بعد المباراة خدت صدى كبير جدا وكلام كتير جدا بالنسبة لمحبية ومعاشق النادي الاهلي والناس فيه ناس زعلنا كتير كده جدا من اداء النادي الاهلي بس احنا لو رجعنا كده شريط المبارات اللي مش الاهلي واسموحها المبارات الاهلي مع مدير فني زي كابتن طرق العشر كابتن طرق العشر ليه اسلوب معين في طرق اللعب يعني اي فرقة بتلعبه بيجي لعب النادي الاهلي ولعب النادي الزمالك بالذات وفتكر كده اول مباراة في الدوري برضو كان مع الزمالك وعمل مباراة بنفس الاسلوب وخسر في وقت صغير لكن هو كابتن طرق ليه اسلوب لعب معين تحس ان انت وبتلعبه كفرقة عايزة تكسب تحس انك انت بتزهق ساعات في وقت من الوقت واحنا شفنا المباراة كان فيها لغط كبير جدا وليها فيها اسلوب لعب غريب شوية من لعب سموحة مش اقول افترت جدل كبير اكيد اه موضوع تضيع الوقت والدفاع والدفاع المستميد كله بلعب من اول ديئة في نص الملعب فده اسلوب لعب معين هو جاي كابتن طرق عارف بلعب النادي الاهلي عارف عايز ياخد بونت بونت من النادي الاهلي في الفترة دي اكيد مكسب بالنسبة لسموحة فبيشتغل باسلوب معين عشان يطلع بالمكسب هو بالنسبة له النقطة دي مكسب اللي هو تكنيك اخلق في المقابل النادي الاهلي بيلعب جيم من اول ديئة عايز ياخد ثلاثة بونت زي معظم مباراته اللي فاتت لكن مش كل المباراته تبقى سهلة احنا برضو لازم يكون عندنا الناس اللي بدك تتفرج لازم تفهم ان مش كل المباراته تبقى سهلة مش كل المبارات في الدوري فيش فرقة بتكسب كل الماتشات فلازم يكون عندنا صبر شوية ولازم يكون عندنا الدوري طويل بس هو القلق من خسارتين للدوري اللي موسم الفاته والقبليه ده عامل قلق شوية فأي نتيجة او اي اداء اللعبة النادي الاهلي بيبقى فيه هدوء شوية او فيه طراخي القلق ده مفيد ولا مضر في الحالة اللي احنا فيها دي يعني ممكن القلق ده ينتج عنه حافز ودفع قوي جدا للعيبة ولا ممكن ياخد من تركزه لا لا الفترة دي محتاجة قلق ومحتاجة ان انت مش اقول نضغط على العيبة لازم تحسس او لازم من الوقت للاخر تفوق الفرقة وتعرفهم احنا ايه ووضعينا ايه والناس مستنية مننا ايه ودخلين على بطولات ايه وعايزين من البطولات دي ايه النادي الاهلي على طول محطوط تحت ضغط العيبة محطوط تحت ضغط ضغط جماهيري بالنسبة لجماهير والعشقة ليه بالضبط وعنده بطولة بيخلص بطولة بيخش على بطولة احنا داخلين خلاص اهو بنحضر عشان نروح البطولة المحببة بالنسبة لنا هي كاس العالم الاندي اللي هي بتبقى انا شاب اللي بتبقى مكافأ لعبة النادي الاهلي في المشورة الافريقي اللي هو بيقديه لكن احنا برضو عندنا حافز تاني البطولة المحببة بالنسبة لنا الدور العام اللي هي غايبة عن القلعة الحمراء بقالها مسلمين ودي ما بتحصلش غير كل مواصم طويلة جدا فالعيبة محطوضة تحت ضغط في موضوع الدور العام ممكن جماهير النادي الاهلي تقبل خسارة اي بطولة الا بطولة الدور العام السنية فهي دي المشكلة للعيبة النادي الاهلي وده عكيف على فكرة ويعني الموضوع ده من قديم الازل يعني ممكن بنكلمها على مشاركة الاهلي في كاس العالم للقدية تلاقي جماهير برضو ايه الدوري ايه الزبط اهو دي لانك انت برضو هنجع نقطة مهمة جدا انك انت بتنافس فيها المنافس التقليدي بتاعك نادي الزمالك فهي دي البطولة اللي بتلعب فيها بطولة افريقيا اه بمعاك بس انت اللي بتكمل ساعة نادي الزمالك بيخرج من الادوار المجموعة انت اللي بتكمل فعشان كده لو نادي الزمالك كمل في بطولة افريقيا هتلاقي البطولة تاخد طابع خاص هتوبها شكل مختلف زي الدور العام لايما اي ماتش للأهلي والزمالك هو بطولة مستقلة فهو ده من ساعة ما اتولدنا والناس اللي قابلينا ايام خلاص كرة في مصر التنافس القوى بالنادي الزمالك وده طبيعي وده اللي احنا مستنين والفترة الجاية ان شاء الله في تفوق بالنسبة للنادي الزمالك ان شاء الله